أعقد حزب الإصلاح والنهضة الجلسة النقاشية الرابعة من سلسلة الصالون السياسي حول موضوعات الحوار الوطني بعنوان أفاق التمكين الاقتصادي للمرأة في جمهورية جديدة وتناول الصالون السياسي الإنجازات التي تمت في ملف تمكين المرأة خاصة في المجال الاقتصادي والتحديات والفرص في طريق تمكين المرأة اقتصاديا وأليات تعزيز هذا التمكين النهاردة الصالون الرابع بيتكلم عن تمكين المرأة اقتصاديا وده من الملفات المهمة جدا اللي هي بتندرك تحت المحور الاجتماعي في الحوار الوطني وإحنا عقدنا صالونات متعددة والنهاردة بقى حبنا نناقش الصالون ده صالون ده إحنا النهاردة نناقش فيه محاور ثلاثة مهمة جدا المحور الأول وبيتعلق على التمكين العام للمرأة ويعني ايه تمكين للمرأة وخصوصا التمكين الاقتصادي في ظل الظروف اللي موجودة فيها البلد والمرحلة الرحلها البلد في المرحلة اللي جاية اقتصادين نسبة السيدات اللي بقى عندها حساب في البنوك حوالي 47.5% نسبة السيدات اللي هم استفادوا من المشروعات متناهية الصغر ومشروعات الصغيرة هو 61.5% فنجد ان هي منزل انطلاق الاستراتيجية لطلالة تمكين للمرأة ومازال التمكين الاقتصادي مستمر وكل المؤسسات بتليها دور بارس جدا في موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة فنجد ان نتكلم على التمكين الاقتصادي للمرأة تحقق فيه اجزاء سواء من بداية 2017 لما السيد رئيسة عبد الفتاح السيسي اعلن ان 2017 هي عام للمرأة لكن محتاجين ان يكون فيه تعزيز اكتر كمان للدور اللي بتقوم بالمرأة محتاجين بناء القدرات للمرأة علشان سواء كان فيه فرص العمل يكون لها فرصة اعلى في فرص العمل التمكين الاقتصادي للمرأة هو من اهم الاليات اللي بتمكن المرأة في كل المحاور يمكن فيه تمكين اجتماعي وتمكين سياسي وكمان فيه الحماية ده من ضمن الاستراتيجية بتاعت المرأة لكن التمكين الاقتصادي هو اكتر المحاور اللي بيأكد عليها المجلس علشان تقدم المرأة وكمان زيادة عجلة الانتاج في مصر ملف مرأة ملف مشترك وقاس مشترك بين عدد من المحاور لانه مش بس عشان المرأة نص المجتمع عدد كبير من الاسر المصرية بتعاولها امرأة بالكامل ففيه اهمية كبيرة ان احنا ناقش التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن كمان في دولة الاوضاع الاقتصادية الحالية اللي بتمر بيها البلد والعالم كله احنا محتاجين اكتر نلاقي فرص اكتر تأثيرا واكتر استدامة مصر